بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه حبابي في الله تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هاد الفيديو وانتو مسالمين غالمين ان شاء الله حبابي في الله الوصفة دي اليوم هي البنيات اللي بغيني تزوجوا والبنات اللي عندهم متعسر لهم الزواج وعندهم العكس في كل شي تيكونوا زوينات وتيكونوا مقبولات ولكن العكس عندهم في كل الأمور لعمل لخدمة لزواج تتقولك أنا تنحس بأعراض دي الحسد أو دي السحر أو دي التابعة إلا كانت عندها التابعة لابد أنها تدخل القناة تلقى الوصفة دي التابعة إلا كان عند السحر تاخد الوصفة دي السحر البنت اللي عندها العين تاخد الوصفات من القناة ركينين دي الحسد دي العين دي السحر ولكن الوصفة دينا دي اليوم هي في نصف الوقت قبول وفي نصف الوقت إبطال أول حاجة اللي غدي تدير البنت هي أنها تاخد واحد كمية دي الطمر تاخد واحد كيلو الطمر اللي غدي تبدأ تفطر به على الريق كل صباح كل صباح تاخد واحد قنينة ماء وتقرأ عليها هذه القراءة إن شاء الله البنات اللي عندهم تعسير الحال تكون عندهم تعسير الحال تكون عندهم مشاكل في الأمور كلها لكن عند السحر تكون معطل عليها أي حاجة دارت في عدها ما تتصدقش أو تكون عنده تعسير في الزواج يكون معها شخص معين ولكن ما يدخلش للعطبة يكون عنده تعسير شامل يكون تردد يكون العلاقة بنية على أساسه ولكن ما واضحاش تكون البنت الولد ما واضحش لها وهي أنت تكون تردد ستبقى تقول واش نقدر نجح في الزواج ولما ننجحش اليوم الوصفة دينا دي اليوم هي عبر الطمر عبارة على الطمر غادي ناخد هذا الطمر على حسب المدة الزمنية اللي غادي تاخد تاخدها 14 يوم ولكن كل صباح غادي نفطر بثلاث طمرات بثلاث طمرات كل صباح كل صباح مع قنينة ماء قنينة ماء غادي ناخدها على الريق مع ثلاث طمرات ولكن الماء أشنو غادي نقرع عليه نقرع عليه في الليل كل ليلة نقرع عليه صورة الرحمن صورة الرحمن عروسة القرآن اللهم اجعلني عروسة قريبا إن شاء الله غادي نقرعها كل ليلة مدة 14 يوم اللهم بحق عروسة القرآن أن تجعلني عروسة بين الناس وغادي إن شاء الله كل ليلة غادي نقرع صورة الرحمن أن نفت على نفت على الطمر ونفت على الماء نفت على الماء نفت على الطمر ولكن حاجة وحدة أن الماء اللي غادي قرع عليه توضعي فيه سبع حبات ديال السنوج السنوج ما عنديش أو حبة البركة هتحطي سبع حبات كل ليلة توضعي بحل تبدأي بالاثنين هتقرع لها يوم الأحد يوم الأحد نقرع للقنينة نوضع فيها سبع حبات ديال السنوج صباحا غادي نفتر بها على الريق تكون المعدة فارغة غادي ناخد هذا الطمر اللي قريت عليه سورة الرحمن نفت عليه غادي إن شاء الله غادي ناكل الطمر على الريق مع الماء وغادي ناخد النوا النوا إن شاء الله غادي ناخده ونبقى نجمع الطمر مدة 14 يوم نجمع هذا الطمر وغادي إن شاء الله نجمع هذه الساعة عادي نقول لكم إيش غادي تديروا به إن شاء الله مننا غادي نشرب الماء ناخد ناخد ثلاث طمرات على الريق ونقول يا ربي نقرأ بعد أنا قريت في الليل سورة الرحمن عروسة القرآن أن تجبر بخاطري غادي قاتل صباح صباحا على معدى فارغة أن نشرب الماء والأول مع الطمر اللي قريت عليه هو صورة الرحمن لأنكي وقت القراءة كنتي تتنفتي على الماء وعلى الطمر ولكن البنت اللي بغادي تدير هادي الوصفة ستكون على طهرة طهرة البدا طهرة طياب طهرة المكان البنت اللي جث العادة شهرية توقف ومبعد العادة شهرية تكمل تكمل لأن هادي الوصفة ستكون على طهار القراءة تكون سليمة الإنسان يتوكل على الله يتوكل على الله ويدرني توفي الله لأن هاد صورة الرحمن إلا كان عندك عارض غادي تحيد كان عندك مص غادي تحيد كان عندك خوف غادي تحيد كان عندك قلة القيمة غادي تزادق قيمة كان عندك مرض غادي تشافي إذن هي غادي صورة الرحمن شفاء وذواء لكل مريض لكل مهموم لكل مضغوط لكل هم يزول سبحان الله وانتي غا تقريها على نية الزواج او نية العمل او نية الشفاء او نية آآ تدرع الى الله باش يعطيك سؤل لي لك لف الدراسة ولف اي حاجة غادي يكون عندك رحمة ومودة لان صورة الرحمن عروسة القرآن لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى يعني بش ما النواة النواة غادي نحاول انني هذك النواة انشده في اليد ديالي آآ ونقرع عليه يا جبار يا جبار يا جبار تهت جمعي آآ آآ غادي تجمعي في آخر هذيك اليوم اربعتاشر اليوم هتجمعي هذيك النواة كامل وتحاول تقرع عليه اسم الجبار اسم الجبار الجبار يا جبار 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 اجبر بخاطري بحق صورة الرحمن ان تكون لي عونا معينا بحق اسم الجبار ان تجبر بخاطري هنخوي عليه ماء ساخن وانقاء كل ليلة عنده وزوء على الجسد ديالي هذك الماء ديال النوى ديال الطمر منقريت عليه صورة منقريت عليه صورة الرحمن وخد طمر كلتها رابق الطاقة الإيجابية ذا القرآن بقيت حاملها النوى وغدت ديالي اسم الجبار على العدد ديال النوى اللي خديتي هتقولي يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار مات مرة يا جبار أجبر بخاطري بحقي صورة الرحمن واسم الجبار أن تجبر بخاطري وتحاولي أنك تتخوي هذك هذك النوى بشي مناء وتخوي عليه ماء ساخن حتى يطلق هذك هذك النوى دياله وهذك القرآن اللي قريتي وانقاء ندوز على الجسد ديالي في وقت الليل الليل من بعد هذك النوى هتشد ديهم غادي تمشي ديهم تحت شجرة متمرة هذك الماء أتبقيت مسحي به حتي سالي ولكن النوى نوى غدت تلحيهم في مكان عاشب في مكان جوين يكون بحل غازون أو ربيع أو شجرة أو أي حاجة يكون فيها آآ زهر أو يكون فيها زوينة إلا كان عندكم مزهرية في الدار نحفر ونردمهم في التراب إلا ما قدرتيش تلحيهم في مكان عاشب عما الطمر أنقاء نشري الطمر يكون جيد بحل هالطمر رجيد زوين لو في المداق ولو في كل شي آآ حاولوا أنكم تاخدوا الطمر اللي تعجبكم باش تلا حاولتوا أنكم آآ حاولتوا أنكم تاكلوا الطمر تاكلوه بالريضة ديالكم ميدركم شف سنانكم حيث مدة 14 يوم ونتي تتاخذي قنينة وتقريعها في الليل وتاخذي صباح رباح تاخذي ثلاث طمرات على الريق مع مع المعدة فارغة مع الماء مع مع الطمر والنوا نجمع النوا نجمع هالطمر ونخليها على جانب باش تديروا به الوصفة اللي قلت لكم ورا هي صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى أنها صالحة لعلاج آآ أي مشكلة عندك عندك مشكلة في الدراسة مشكلة في القراءة مشكلة في الزواج مشكلة في أي تعثير عندك غي يكون عندك إن شاء الله آآ باسم الجبار غي يجبر بخاطركم إذن أحبابي في الله لابد ديروا هذه الوصفة لأنها جيدة وفي نص الوقت أنها رائعة آآ غادي تعونكم إن شاء الله إذن أحبابي في الله ما بقى ليه غير نقول لكم حاولوا ادعموا القناة تفعلوا الجرس تابنوا بحاول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو وبركاتو ترجمة نانسي قنقر